حكي سوري بعمتاب وجنوب تركيا وأيضا شمال سوريا من خلال صفحتنا على الفيسبوك وتطبيقاتنا على أبل وأندرويد اليوم دفي ممثل ومخرج سوري برصيده كثير من الأعمال الفنية كامل بالفزيون أو المسرح أو كممثل لأعمال أجنبية مدبلجة بدات الفنية الحقيقية كانت بمسلسل درامي بعالج القضية الفلسطينية وهو التغريبة الفلسطينية واللي صور بالكامل بسوريا بعد هذا العمل نهالت عليه العروض وتراكم عنده خبرة أهلته لخوض تجربة إخراجية بمسرحية من هناك إلى هناك شارك بصوته ببعض الأعمال المدبلجة للعربية مثل المسلسل التركي السياسي الشهير وادي ذئاب واللي جسر من خلاله شخصية مراد على المدار الممثل والمخرج السوري شادي مقرش أهلا وسهلا فيك على هوار وزنة أهلا وسهلا فيك أهلا شادي تحكي معنا من كندا طبعاً من كندا من البعيد البعيد من وراء البحار هو المحيطات شادي حنبليش معك بأول هكحة بليش معك بعرض هلأ أنت عم تعمله بطورونتو عرض المهاجران هو من إخراجك ومن تمثيل رامز الأسود وزيادة تواتي بطورونتو بكندا شو قصة هالعرض؟ حكينا عنه طيب هو بس أول شيء تصحيح صغير هو العرض بمونتريال آه بمونتريال بمونتريال هو رح نعرض بطورونتو لاحقاً بس هو يعني حيبلش العرض افتتاحه بمونتريال وبعدين رح إن شاء الله نعمل جولة بكيبك بأكتر من مدينة وبأنتريو منون تورونتو أكيد يعني هاي الخطة طبعاً العرض اسمه المهاجران مثل ما تفضلتي المسلحية بتحكي عن المسلحية تقليف كاتب بولوني اسمه سلامو مير مروجك تشال أقدار إنه أنت لما بتقري مادة فنية أدبية كان بالرواية أو كان بالمسرح أو حتى لما بتشوفي أفلام قديمة بتحاكي أزمنة حروب أو أزمنة هجرات أو أزمنة كوارث بتكتشفي إنه التأثيرات على البشر بكل مكان هي واحدة وبتكتشفي إنه أحلام البشر فيما بعد هذه الكوارث في كل مكان هي واحدة وهذا النص للكاتب البولوني مكتوب بالسبعينات عن أيام النزوح من بولونيا للأسباب اللي كلها تنم نعرفها بيحكي عن مهاجرين التقوا ببلد آخر هو غير بلد اللي هنين كانوا فيه وعاشوا مع بعضهم هن منطبقتين اجتماعيتين مختلفتين كلياً واحد متعلم جداً ومثقف ومتنور وواحد ما رح نقول أمي ولكن هو إنسان بسيط جداً عامل عايشين مع بعضهم بنفس البيت بتدور بيناتهم حوارات كثيرة وأحداث كثيرة وأحلام كثيرة العلاقة بالوطن وما كان يحدث في الوطن والأحلام بالعودة إلى الوطن والتالي إنه المسرحية لما نجي نحن نعملها هلأ هون المهاجران 2022 في كندا بمونتريال هي تحقق تماماً نفس الشروط هي نفس أحلام الأشخاص اللي موجودين هون هنين عم يحلموها أي نستلجي تبعاً كل حدا هاجر تماماً تماماً فهي معناتها بتحكي عن أي مهاجر وهي كندا مليئة يعني هي كل مهاجرين مية بالمية نحن لما عملنا هذا العرض توجهنا بالأساس للجالية العربية لأنه نحن عملينه باللغة العربية ومنحسينا بعد يعني وجودنا بهاي البلد أنا صلي تقريباً ثلاثة سنين قاعد هون بكندا من الاحتكاك ومشاهداتي للنشاطات الثقافية والفنية بالبلد هون لاحظت أنه يعني جمهور العربي يعني ما بيتقدم له مواد فنية خلينا نقول محترفة يعني عالية المستوى حتى فكان قرارنا أنه نحن نتوجه لهذا الجمهور لحتى أولاً نحن نحقق له منبر ثقافي له يجي يحضر فيه وتانياً لحتى نحن نقدر نخلق علاقة حوار بينه وبين هذا الجمهور ونخلق علاقة فنية وثقافية وبالتالي لما كان هاي الخطة مبلشة واخترنا هذا النص وقررنا أنه نحن نترجمه للغة الفرنسية بكيبيك ورح يترجم للغة الإنجليزية بأنتيريو وزعرضنا بأماكن أخرى من كندا لأنه لاينا أنه هو يمس تماماً مثل ما أنت قلت يمس كل مهاجر خارج وطنه يمس المهاجر الهندي مثل ما بيمس المهاجر الصيني مثل ما بيمس المهاجر السوري ببلد مثل كندا اللي كلها هي عبارة عن مهاجر اللي هي بالأساس تماماً هي كندا هي بلد مهاجرين صحيح طيب حالياً شادي مقرش أنت عم تدرس إخراج بأحد جامعات بكندا هذا اللي عرفته شو اللي رجعك لمقاعد الدراسة؟ ضرورة ولا رغبة؟ لا رغبة الحقيقة أولاً اللي رجعني الحقيقة هو هو الفلكسبليتي تبع هاي البلد أنه أنت بتقدري تشوفي نحن عندنا بمنطقتنا شوي في أحكام قيمة هون بتقدري تشوفي على مقاعد الدراسة أشخاص عم يرجعوا يبدو من الأعمار متقدمة جداً ستين وسبعين فيه ناس عم تتخرج هلأ من الجامعات فيه ناس بتغير تقرر كل الكارير تبعه وترجع تدرس من أول وجديد فهذا كان أول شي شجعني أنه تس أوكي يعني أنه أنه تفكي تدرسي ثانياً أنا بالنسبة لي يعني الإخراج هو هو يعني شغف قديم عندي يصلوا سنوات واشتغلت فيه لفترة بسوريا وبعدين الظروف العامة ما ساعدتني لأنه أستمر فيه لما أجيت لهون قررت أنخرط بسوق العمل هون حقيقةً ولقيت أنه المكان الأنسب هو المكان الأكاديمي فقلت أنه هي ممكن تكون فرصة لأنه أنا قادر أتعرف على الأوساط الثقافية والفنية من بوابة الأكاديمية والشغلة الثانية أنه أنا بقدر حصل علوم جديدة لأنه الإنسان دائماً يتعلم والتكنولوجيا مثل ما أنت بتعرف فيه يعني أسرع من السرعة كلها فقد ما كنت أنت مطلعة فما فيك يتواكبين فحبيت شوف الناس بهذا البلد اللي هو كندا اللي هو بالنهاية سينمائياً مرتبط ارتباط جزري وكلي بأميركا اللي هي بلد صناعة سينما يعني معروفة حبيت شوف كيفين بيشتغلوا اتعلم اللي ما بعرفه وطوري اللي بعرفه وحتى أقدم خبراتي وقدم ثقافتي بالمشاريع اللي أنا بعمله لأنه أنا لما بقدم مشروع فيلم أو بقدم مشروع ديكومنتوري هلأ مثلاً بالكوليج بتلاقي أنه الناس بستغرب بالفكرة لأنه هي أبداً ما تشبه ثقافتهم فهذا كمان شيء منيح له علاقة بالتبادل الثقافي يلي هي قائمة عليها هي البلدلية كندا طيب شادي حكيت على التكنولوجيا وأنه هلأ يعني عصر التكنولوجيا مثل ما قلت بس نفس الوقت أنت كاتبع صفحتك على الإنستجرام حسابي على الفيسبوك مغلق صحيح كيف زبطيت معك يا أخي كيف قدرت تتسكر صفحتك عليك منصة يعني بتواجد عليها تقريباً 85% من السوريين يعني بدك تقول 85% من جمهورك صحيح بوقت وسائل تواصل اجتماعي هي الأهم بالتسويق لكل شيء بالحياة شوفي هو للأسف هذا الكنام كتير صحيح وأنا بالنسبة للي يعني نحن المشكلة نحن اللي صار عندنا أنه صارت وسائل التواصل الاجتماعي صارت أهدافها مختلفة عما هي يجب أن تكون عليه أو عما هي أنشئت أساساً يعني بكل منطقة من العالم صار يتم استغلال هذه الوسائل لأسباب مختلفة مثلاً أنت بتجي بتشوفي على الإنستجرام مثلاً بيقول لك في عظم العالم بيقول لك أنه الإنستجرام هو هدفه الأساسي هو تسويقي هو هدفه الأساسي هو للبزنس مش للصور الشخصية مثلاً الفيسبوك أنا بالنسبة للي كان مكان لهدر الطاقة ولهدر الوقت حقيقة وأنا أبداً ما أنا شغوف بالسوشيل ميديا أنا بحب التكنولوجيا كتير على فكرة من زمان وأنا يعني بتذكر أول أول كمبيوتر حصلت علي بعد صخر كان 2 جيجابايت الهارد طبعه يعني شغلة غريبة أو أربعة والله ما أنا بتذكر بس السوشيل ميديا بالذات شكلت لي حالة من عدم السلام وشكلت لي حالة من القلق وضياع الوقت بشكل خاص وخاصة الفيسبوك لأنه الفيسبوك في مجال طويل عريض للسجال وللأخذ والعطى وكمان نحن كنا لما إنشأنا حساباتنا على هاي المواقع كان البلد بحال وبعدين صار البلد بحال آخر وصار صعب كتير لأنه بين هاي لما أنت بتتواصلي مع الأشخاص وتتناقشي معهم كتابة هذا مربق جدا لأنه ما بضرورة يوصل أفكارك ولا بضرورة تستلمي الأفكار اللي بيقولوه والآخرين بشكل صحيح لأنه الكلام ما بيكفي لأنه اللغة هي مش كلام اللغة هي تونيشن اللغة هي تعبير اللغة هي إحساس فأنا لقيت أنه بدي ابتعد عن هاي الوسائل والحقيقة لما اتخذت هذا القرار كنت بعدين يعني بل كيكة جاعة تحنيت وبطلع ولد قدام حالي قدام العالم اكتشفت لنا حقيقة إنه ما بيخطر على بالي هذا المكان وحافظت فقط على الإنستجرام لأسباب العلاقة بأنه بالنهاية نحن في كتير عالم عم تعمل حسابات فيك بأسماءنا تماما وعم يفوتونا بمحلات يعني ما بدنا نفوت فيها هذا أزدي كمان مية بالمية فحافظت على الإنستجرام اللي بده يعني بلاقيني يعني صورة لطيفة معلومة مشروع It's okay الناس بتشوف صور بظل ماشية ما بتقعد وتقرأ وتأخذ وتعطي معيك وأنا أساسا يعني لأخذ والعطم على العالم بحسه شغلي ما أنا سهلي أبدا لأنه مثل ما خبرتك ما بضرورة توصلي معهم لا كمان I did it مثل ما قلت You did it You proud فخور أي الحقيقة أنا فخور على فكرة خسارات عفوا لنا لك فيها هي خسارات كثير على جوانب معينة لأنه مثل ما أنت قلت صار السوشال ميديا موضوع أساسي بالتسويق موضوع أساسي بالعمل حتى موضوع أساسي بالأجور بيلعب بأجور قدش عندك متابعين على السوشال ميديا خيارات المخرجين طبعا ببعض الأماكن وخيارات شركات الإنتاج لك لك عنده أشخاص عندهم فولوور قدش عندهم فولوور لك فبالتالي هاي منظومة أنا بحس أنه منظومة تجارية بحثة قاتلة وأنا مشروعي فنان أبداً ما نو مشروعي تجاري لو بدي أعمل مشروع لو كان مشروعي كفنان تجاري كنت بمكان آخر من زمان ولكن أنا عندي مشاريع مختلفة في ناس تتفق معي في ناس تختلف معي بس أنا مآمن فيه ومتابع فيه وبيحترمه ولحقه للأخير بس ولا للأسف شادي يعني كمان مثل ما قلت حتى الفنانين صاروا منطرين يسوقوا على السوشال ميديا للأسف طبعاً مثل ما قلت يعني أنا كتير بوافقك بكتير شغلات قلتها بعدين مثل ما قلت الكتابة أحياناً بتقرى الجملة بشعورك أنت بمودك أنت بمزاجك أنت ما بتقرىها يعني بتقرىها بيكون اللي كاتب قاصة شي تاني تماماً بس اللي بيقرى بذلك اخترعوا إيبوجي ايه ايه تماماً بس تلك إيبوجي وراء الجملة عشان تلطفها إذا كنت مثلاً كاتب لك شي جملة بزيت إيبوجي بدمرو مية بالمية بس يعني عن جد أنك صامد لهلا واو برافو عليك لا لا خلاص نسيته يعني طلع من حياتي طلعته من حياتك ايه وسعيد بهذا الشي يعني حتى لما طلعت تكتك وكذا وكله بيقلي لك عمال ومدرشه وكذا أخي وشغل ومصاري بلا مئة قصة تانية معنو مشروعي بس أنا ما حبيته وما نسجمت معه يعني مثل ما أنت قلت هلأ فيه ناس تطلع بتسوي هلأ كمان فيه فيه اسلوب بينسجم معك وفيه اسلوب ما بينسجم معك يعني أنا هلأ مثلاً بعمل مسرحية لينا لازم سوئ لها لأنه أنا بالنهاية مشروعي كمان بدي جمهور يجي يحضر بس أنا بطلع بسوئ لها مادة فنية أنا مآمن فيها وأنا محترمها وبسوئ لها بطريقة يعني إعلانية بحثة بس للمعلومات ما لي من جماعة تطلع على التوك توك مثلاً وصبح ومسي ولا يعني شوف توك وشو تعشيت وشو السيارة اللي ركبتها يعني ما بيشبهني السلوك عرفتي فيه هذا السلوك بيجيب كتير فلوورز بمحلات العالم بس أنا ما بيشبهني عم يجيب ملايين على اليوتيوب يا زلمي عم يشو من وراء حيئة يعني أنا بيزل بستأجر فراري على فكرة يعني خمسمائة دولار يوم واحد بعمل فيها جورة وبتصور معها بعمل لي يعني عرفتك بتصير وفي ناس بتعمله هو حق مشروع اللي بيحب يعمل طبعاً أكيد بس أنا غير بنتسجم على الأطلاق طبعاً شادي صوتك بوادي ذئاب ضلت الناس تسمعون يعني لفترة طويلة كتير هل حبيت تجربة الصوت هلأ لحنا كما هنا عم نحكي بس صوت ولا حبيت الوقفة قدام الكاميرا أكتر ولا على المسرح شو وين أنت أوح لك المشكلة إنه نحنا المشكلة إنه نحنا ببلدنا مثلاً هون بيسألوني إنه شو بتشتغل بقلهم ممثل بيقول لي لا إنه شو بتشتغل يعني عرفتك لأنه تبتعرفي إنه بهاي البلاد ما إنه كل الناس تشتغل ممثلين بيعيشوا من هاي المهنة نحنا ببلدنا بحكم طبيعة حياتنا وشغل ما كانت خلتنا نعمل كل شي خلتنا نعمل دبلاج وإزاعة وتلفزيون ومسرح وسينما هذا عطانا خبرات كتير أنا لما فتت بهذا المجال اللي هو الدبلاج وقبل أو بنفس المرحلة كنت عم أشتغل إزاعة بإزاعي الدماش ما كنت متخيل إنه أنا رح حب هذا الشي كتير حقيقة أنا لما بفوت بعمل دبلاج بغض النظر إنه أنا بشوفه موضوع ما بيعنيلي على الصعيد الفني إطلاقا كشادي ولكن بستمتع فيه لحد كتير بعيد بحب الماء كتير كان أحد مشاريعي كنت بدي يعني أحد مشاريعي إنه أعمل لقي إنه أعمل هون مثلا إزاعة مثلا بالغاية العربية مثلا للعالم وفكرت فيه كتير لهذا المشروع بعدين تأجل أكتر من سبب مثلا يعني فإيه لأ بحبه كتير حبيته يعني حبيته جدا جدا بس تسأليني إنت شو أكتر شي بتحب مسرح مسرح وتلفزيون وسينما كذا الحقيقة شوفي مسرح أو سينما أو تلفزيون أنا بحب يعني إنه خلق المشاريع خلق المشروع كرياتين تبعا المشروع يعني الإخراج الفكرة يعني بناء المشاريع أكتر يعني هذا اللي عم يستهويني أكتر شي أنا بحبك المسرح الفكرة حضرانت لك كذا عرض يعني المسرح كان بفترة من الفترات حياتي يعني أنا كنت آكل شارب نايم بمسرح الحمرة يعني 12 ساعة عايش صحيح المسرح مسرح مكان يعني ولذلك لما أجيت لهون لينا وحاولت يعني لأي نفسي لأنه بالنهاية أنت ببلد صعب كتير تلاقي في نفسك انت جاي من مكان عندك في كارير معمول عندك في يعني أشيء من قضيت عمرك لبناتو يعني تبتجأت تتبلش من الصفر حاولت أعمل أشياء ما نسجمت كمان بس لما رجعت رجعت للشي اللي أنا بختبره اللي أنا بعرفه اللي أنا بعرف عمله كتير منيح وبلشت منه وانطلقت منه بوجود شركاء اللي هو المسرح وبعدين هلأ عم أدرس أنا سينما والوهن ريليتد لبعضهم هي والتليفزيون وبالنهاية وتلك عندي مشروع لعلها بالإزاعة يلا بس يعني هيك إذا صار ولتائنا ممكن نفكر فيه سوا الفكرة العامة بتقول أنه هاي المهنية اللي أنا عشت كل عام عم أشتغل فيها ودرستها قبل وقبل ما أدرسها كنت هاوي فيها وكنت أشتغل فيها يعني مشاريع وهذا اللي كان باكورة باكورة أعمالنا وقررنا لتأسيس كولكتف اسمه فنون المهجر اللي هي مؤسسة ثقافية وفنية نحنا أسسناها لحتى تكون منتجة ومطورة وخلاقة للعروض يعني والمشاريع الفنية حلو طيب مازال مثل ما أنت قلت شادي قبل شوي أنه يعني كان فيه كارير بالبلد وعم نتعزب كلاياتنا لنبني هذا الكارير وعم نقضي عمرنا شو اللي دفع شادي مقرش ليترك البلد لأنه الأزمين تتغير ودوام الحال من المحال للأسف والبلد اللي صار فيها يعني الأحداث اللي صارت فيها صارت البلد غير قابلة لأنك أنت تقدري تعيش فيها يعني الناس اللي عايشين فيها الناس تعبانين كتير لظروف كتيرة لما بيكون أنت عندك فرصة أو استطاعة أو قدرة أنك أنت تقدر تلاقي مكان أفضل لتعيش فيه لتعيش فيه أطفالك هذا بيكون واجب عليك وهذا كان الدافع الأساسي بالبداية وأنا مرحكم طباوي بقول أنا أجيت لهم كرمال أولادي بس أبداً أو كرمال ابني اللي كان ما عندي غيره الثاني إجا هون بس أنا أجيت كرمالهم بس أنا كمان كنت مقرر أنه أنا بدي لأي شي لنفسي لأنه أنا إذا ما بلاقي شي لنفسي بوصل لأماكن سيئة جداً من الشعور وممكن فوت باكتئابات معينة لأنه أنا عم أترك مثل ما أنت عم أترك كل تاريخي بمهنتي وأمشي البلد وضعها غير مستقر على الأطلاق من كل النواحي وهي غير يعني غير مؤهلة لأنك تقدر تعيش فيها بشكل بالحدود الدنيا بشكل جيد يعني للأسف وهذا بالنهاية يعني هذا بالنهاية مفروض على الجميع للظروف اللي كلنا منعرفها يعني وهذا كان السبب لينا هذا كان السبب طيب شو أكتر صدمة حضارية هشتها بين جوه وبره شادي كل آياتنا هيك منطلع فيه شغلات بتصير قدامنا هيك منقف عرفت هيك بتجي نجم ده مو شغلات بسيطة أحياناً فيه شغلات عميقة يعني بتوقف تصفون هيك بترجع بتقول إنه شو فيه شي يعني الحقيقة شوفي أنا أنا لما أجيت لهون كنت متحضر نفسياً إنه أنا رحبت بدوامي من الصدمات لحضارية وأود أولاً ثانياً بيحكم حياتي السابقة بيحكم إنه أنا سافرت كتير لبرة فعندي يعني عندي هيك وجهة نظر ومعرفة بما هو في دول أوروبا يعني بعمومة لأنه طلعت لأوروبا كتير تقارى الأمريكية أول مرة بيجي عليها لما أجيت عليها كنت متحضر يعني كنت متحضر نفسياً إنه أنا رح يكون الوضع علي صعب ولكن ومع ذلك بتذكر أول ما أجيت حبون هدول كنت أخذ بيت قبل هذا البيت اللي أنا عايش فيه نزل هيك لتحت على الشارع هيك وقفت طلع عليه من بره هيك البيت هيك كان حلو كي وشباك حلو كامل طلع على نجلة وأمير ومسك موبايلي وافتح جوجل ما وأعمل تشيك إن لقيت يعمل لي يعمل لي هذا البين يحطني بي كندا والله أنا بي كندا لكن أنا شو جابي له الله العظيم هاي الأصطر ورجع شيك إنه دائما شيك إنه أنا مضبوط أنا هون ولا هو حلم روز حالي إنه أبدا يعني شغلي أبدا ما كانت بمخططاتي على الإطلاق مو بس هيك لأن أنا مرة كنت بلبنان ماشي عم سوق سيارتي صحيك نازل بنازل بزوق مكايل هيك وصافف وفيه زحمة سير فجأة أنا اطلعت متلاقيت السيارات اللي قدامي كل آياتهم نمروا اللبنان مكتوب عليهم يعني بيروت كذا كذا قلت أنا شو أمسلوا بلبنان وأنا كان صلي سلتين ونصب لبنان عرفتك بالنهاية يعني صعب حقيقة مسالة يعني قدتي بلدك اللي عايش فيه وربياني فيه وعندك زيدياتك وحياتك ورفقاتك وأهلك وشغلك وكل شي هيك تغيبي عنه وتغيبي لفترات طويلة شغلي أبدا تشتاء معناته طبعا أكيد أكيد بس المشكلة عرفون المشكلة الأساسية أنه الاشتياق صار محكوم بعدم تحقيق الرغبات لأنه أنت بتشتائي للبلد اللي أنت بتعرفيه بس أنت إذا بدكتروح على هاي البلد حتشوفي غير بلد وحتشوفي غير غير ناس وحتشوفي غير حياة كل شي مختلف صار وأنا لما طلعت كنت أنزل وأطلع شوي بعدين ما عاد نزلت فصرت أقول إنه شو هاد وأنا باعتبار أهلي يعني بالبلد وعندي أصدقاء كتير بالبلد أنا على تواصل دائم مع سوريا بس مو ناس الشي طماما على كل أصدق فعندي فكرة بس غير لما بتنزلي وبتشوفي يعني فأنت بتشتائي يعني الأشياء للأسف ما عادت موجودة ما عادت موجودة بنفس الروح اللي أنت مشتاقتي لها فيها أنا هيك بصير فيني بقول لهم مشتاق بروح فضلي لا لا كمي أقول لك أنا بسير فيني متلق تماما اشتائي لروح ما عادت هي للأسف أنا هيك كمان بقول لهم مشتاق بيقوم بيقوم بي هيك بيجاوبوني بيقلولي يعني إذا جيتي هلأ حتشوفي شي ما بيشبه اللي كنت بتعرفي لا الناس ولا البلد ولا الأشياء مثل ما طبعا طبعا هو مجرد نحنا واحد من أشغالنا واحد من الأشياء لازم نعلم دائما بالحياة إنه نحن نراقب العالم نحن لازم نراقب العالم كفنانين كمخرجين كممسلين لحتى نقدر نخلق بعدين شخصياتنا فأنت لما بتنزلي على سوريا بتطلعي أحيانا بتطلعي بوجوه العالم وجوه العالم التعب والإرهاق والسنوات اللي قطعت على العالم اللي هي كل واحد سنته مضروبة بخمسة بتلاقي شي يعني بيفطر القلب كما بيقولوا صح على سيرة إنه مثل ما قلت أنت هدا هلا إيك طالعي معي السؤال إنه لحنا من رائع بالعالم مش عن نشوف الأدوار طبعا كيف مش عن الشخصيات اللي بتلعبوها شو في هيك دور بيحلم في شادي مقرش ما عمله أسه هيك بيحلم فيه أوف شو السؤال صعب كتير هو أنا صعب عليك الأسئلة أنه آخر سؤال صعبته والله هي لينا لأقلك شو أنت دائما بتحلمي بالنص الحلو والدور اللي مكتوب حلو كتير نحن تبدأ تبدأ عندنا المشاكل من النص أنه أنت نصوصك بالنهاية هي شو مرجعياتها أنت مثلا لما بتجي بتقري بفرضا شيك سبير مثلا بتطلعي بتقولي أنه أوف شو هات شو هالشخصية هاي بتحلمي تعاملية أنا بتذكر رح أعطيكي مثال صغير رح أنا بتذكر لما كنت تشتغل مسرح وكنت هلا أبلش تلفزيون بتعرفي لما بتبلشي بالتلفزيون وكنتش بأدوار صغيرة وكذا يجي الناس يحضروني على المسرح يقولوني واها وأنت على المسرح واها وشو حجب يعني بالتلفزيون مو هيك بقل لهم طبعا بالتلفزيون مو هيك لأنه أنا ما عم بعمل هاملة بالتلفزيون أنا ما عملك هاملة على المسرح أنا عندي نص عندي شخصية مش تغل عليها أنا بالتلفزيون ما عم بعملك هاملة عم بعملك صديق الممثل البطل اللي هو بيروح معه على القهوة بالبيضايات وهذا طبيعي شو بدي أقدم فيه بحلم إذا كنت بحلم أعمل بحلم أعمل دور يحلم كل ممثل لما يشوفه أنه يكون هو اللي عام حلو حلو جواب يعني صعي تواعي بتسؤال بس يعني جوابني رواب يعني طيب شادي شكرا كتير كنت أسألك على الدراما شوي بس يعني خليني أسألك آخر شغلية هل بت يعني الدراما مؤخرا بآخرة عشر سنين بتحس فرقة كتير عن قبل دراما سورية بالضرورة بالضرورة فرقة كتير عن قبل طبعا برأيك للأحسن ولا لشو ولا للأسوأ إذا بدي أقول للأحسن بضحكوا علي العالم لا أكيد للأسوأ طبعا فرقة الدراما بالعموم للأسوأ لأسباب عديدة العلاقة بظرف البلد السياسي والاقتصادي وهذا أثر على ظرف الإنتاج والبيع ظرف الإنتاج أثر على ظرف البيع أثر على كوالتي النصوص على كوالية الموصلين اللي بيشتغلوا على كل كونسبت التجاري اللي كان ينشرى قبل بعدين معد انشارى وعلى كونسبت الفني يلي كان قبل فيه له شروط محققة بسبب وجود المال والمشتريين وهلأ معدوا موجودين أو بس فترات الأخيرة معدوا موجودين رجعت هلأ في محاولات أخيرة جديدة يعني للعمل وللنهوض عم يحاولوا العالم بعض المنتجين بعض المخرجين بعض الكتاب شجعهم دائما بس أنا بتمنى من الكل يبلش بس يرجع كمان يفكر انه يفكر بالدراما بشكل مختلف عن اللي كان ينعمل قبل 15 سنة يعني عن كل الشكل لانه الحياة تختلف والرؤيات الفنية والتقنيات تختلف يعني كمان هلأ لو ما بيجي بشوف مسلسل 30 حلقة برمضان هو ناجح والناس حاببته أوكي بس هو عم شغول بنفس منطق ال95 يعني بطريقة الأداء والإخراج بحزن لأنه بحس أنه العالم مدري ما تكسلني مدري ما عم تجتهد مدري ما عم تطور حالا وبعدين لما بدي يكون موضوعي بقول لحالي منيح المنون بهاي الظروف عم يعملوا هيك مثل ما قلت كمان انت البلد تغيرت والناس تغيرت فكمان دراما لازم تتغير مع كل هدول الأشياء يعني طبعا لأنه بالنهاية الأشياء مرتبطة ببعضها كلا ياتا ما في شي منفصل عن شي تمام ما في شي منفصل عن شي نعم شادي مقرش شكرا كتير أنك كنت معي بحكي سوري اليوم شكرا لينا تشغفت فيكي وتشغفت فيكم بروزانا بتمنا لكم التوفيق وإلى لقاء دائم والإحنا بتمنا لك التوفيق بالعرض كمان شكرا شكرا باي 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 بدي يقول مثل ما بقول دائما الله يحمي سوريا ويحمي كل السوريين وين من كانوا كنت معكم أنا لينة شواف من ورا المايك وبالكنترول كان معي عقبة تزورونا الأسبوع الجاي بين السلطة ويد باي باي حكي سوري حكي سوري